على مستوى الثانوية الإعدادية ابن عبدون بالحي المحمدي بالدار البيضاء جرى إطلاق برنامج جديد للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب من خلال الرياضة من قبل تيبو أفخيكا وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذا المشروع تمارت شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المدير الإقليمية للطربية الوطنية وجمعية تيبو هذا المشروع تمارت فيه المبادرة الوطنية مليون وتسعمائة ألف درهم من أجل مواكبة وإدماج وشباب في ميهن الرياضة هذا الشباب من حادرين من عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي واللي صعاب عليهم نقاطعوا على الدراسة وصعاب عليهم يوجدوا فرصة عمل الشباب هذو يستفدوا من واحد برنامج لمدة سنة لإخلهم يطوروا عدة مهارات تقنية حياتية مقاولاتية وهذا الشيء يجعلهم أيضاً يعطيهم الفرصة باش يمشوا للسوق الشغل عن طريق تجارب مهنية في عدة شركات الرياضية البرنامج يروم تعزيز التكامل المهني من خلال الرياضة وتقوية فرص العمل ودمج ستين من المستفيدين الشباب الذين يبحثون عن الشغل تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 سنة وتغطي أنشطة مدرسة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب من خلال الرياضة مجالات التكوين من أجل العمل والدراسة والتدريب والمواكبة للإدماج المهنية جيت لنا عند تشيب أفريكا باش ناخد إكسبريانس باش إن شاء الله نخارط في سوق الشغل وتم تسليم جوائز تقديرية لفائدة الأطفال المستفيدين من الدورة التكوينية في رياضة كرة السلة بملعب القرب لكرة السلة بدار لمان عينسبع